بسم الله الرحمن الرحيم نستمر معكم في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم مع الوحدة الأولى مقدمة عامة في تقييم وتشخيص صعوبات التعلم مع الدرس السابع قياس وتشخيص اللغة الشفهية الجزء الأول وهو مجال من مجالات التقييم الأساسية حيث تعتبر اللغة وسيلة من وسائل الاتصال الاجتماعي وخاصة في التعبير عن الذات وفهم الآخرين ووسيلة هامة من وسائل النمو العقلي والمعرفي والانفعالي وتعرف اللغة بأنها نظام من الرموز التي تمثل المعاني المختلفة والمتفق عليها والتي تسير وفق قواعد معينة لو انتقلنا لنرى أقسام اللغة إن اللغة تنقسم من حيث طبيعتها إلى مظهرين رئيسيين هما اللغة غير اللفظية والتي يعبر عنها باللغة الاستقبالية واللغة اللفظية والتي يمثلها اللغة المنطوقة والمكتوبة ويعبر عنها بمصطلح اللغة التعبيرية وهنا نتكلم عن مراحل تطور اللغة فنقول أن للغة أحوال تتمثل في الاستعداد الفيزيولوجي والعقل وأنها تسير وفق مراحل معينة هي مرحلة الصراخ والمناغاة والتقليد ومرحلة المعاني طبعا تختلف مظاهر اكتساب اللغة بالنسبة للطفل من عمر إلى آخر حسب مراحل نموه الزمني التي تعتبر السنة الأولى من عمر الطفل هي مرحلة الكلمة الواحدة وتعتبر السنة الثانية هي مرحلة الكلمتين والسنة الثالثة هي مرحلة تكوين الجمل والسنة الرابعة هي مرحلة الحديث مع الآخرين وتعتبر السنة الخامسة هي مرحلة تكوين الجمل الكاملة طبعا أن النمو اللغوي يتأثر عند الأطفال بعدد من العوامل أهم هذه العوامل القدرة العقلية العامة وأيضا سلامة الأجهزة الحسية وسلامة جهاز النطق طبعا هناك عوامل أخرى أيضا يتأثر بها النمو اللغوي مثل العوامل المتعلقة بترتيب الطفل في الأسرة وظروف الأسرة الاقتصادية والاجتماعية ودور وسائل الإعلام طبعا من بين هذه العوامل جميحة تعتبر القدرة العقلية هي العامل الأهم إذ يتميز الأطفال الأكثر ذكاء بعدد من مظاهر النمو اللغوي مقارنة مع الأطفال العاديين أو المعاقين عقليا وتظهر الكلمة الأولى لدى الطفل العادي في عمر سنة في حين تظهر لدى الطفل المعاق عقليا في نهاية السنة الثالثة من عمره تقريبا وتعتبر الاضطرابات اللغوية هي مظاهر واضحة لدى الأطفال المعاوقين عقليا ولذا يعتبر قياسة وتشخيصها عملا مهما للعاملين في هذا المجال لأغراض إعداد الخطط والبرامج التربوية الفردية للمعاوقين عقليا طبعا بما أن اللغة هي الأساسة التي نبني عليه مهارات التواصل وحل المشكلات وتوسيع المعرفة ودمجها وتحليلها وتركيبها فإن أي صعوبات فيها ستؤثر وبشكل واضح في قدرة الفرد على التعلم وفي قدرة على آداء وظيفته بكثاءة وثقة فمثلا لو قلنا أن سرعة الطفل في الوصول للكلمات والأفكار من الذاكرة تؤثر في مستوى استخدامه للغة فالطفل الذي يبذل جهدا كبيرا في استرجاع كلمة لاستخدامها في مكانها المناسب سوف يقع بمأزق في البيئة التعليمية والاجتماعية في الوقت الذي يجهد نفسه للوصول للكلمة المناسبة يكون الآخرين قد سبقه في استرجاعها وهنا قد يفقد الطفل أجزاء جوهرية من المعرفة ويربط المعلومات بعضها ببعض بصورة غير سليمة وتخزن كذلك بصورة غير سليمة في الذاكرة ولن يكون لديه وسيلة فعالة لتوضيح ما يعرف فعلا وهذه المشكلة يعني يمكن أن تؤدي إلى تحصيل متدني وإلى شعور بالارتباك واليأس والإحباط فمن الواضح أن المعالجة اللغوية دورا كبيرا في عملية تكيف الطفل مع بيئته المدرسية ويتبين هذا الدور من خلال عملية التقييم